اشتركوا في القناة بعد ذلك ننتقل الى نقطة تقاطع الدائرة وهذا المحور ونرسم دائرة شعاعها يساوي قطر دائرة لول وبنفس القياس نرسم كذلك دائرة من هذه النقطة بعد ذلك نقوم بالربط بين هتين نقطتين سأقوم بالتعليم المكان الذي سأحتاج ترجمة نانسي قنقر وتحولوا الى هذه النقط وبنفس القياس اكمل رسم دوائر نقوم بحث الخطوط الزائدة ونكمل التصميم بعد ذلك نقوم بالعودة الى نفس مراكز الدوائر نصم اقوى سخرة لكن بشعاع اكبر نظف عشرين سنتيم لدوائر اليول ترجمة نانسي قنقر الآن شباب وصلنا الى نهاية التصميم ساقوم بحجف الخطوط زائدة ليظهر الديكور بشكل جيد ان اعجبك الفيديو لا تنسى مشاركته مع الجميع وكذلك تسجيل الاعجاب بالصفحة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة